قناة ابو مريم تقدم لكم شروحات فتح صناديق أشياء واجد تعلق بالعاب الفيديو جيمز كل اللي يبي من عندكم ولكم تروحون قناة ابو مريم وتشتركون قناة ابو مريم وتكتبون تحت Red Fox Zero ولا تنسون كذلك اوه الحين حاليا قاعد يستضيف بث مباشر على قناة بتويتش تيفي اللعبة Dark Souls 3 تمنىكم تستمتعون اللي هو يقدمه واستمتعوا بقية الفيديو وروحوا واشتركوا الحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللعبة موجودة على جهاز البلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1 وكذلك اللعبة هذي عطتني شعور بألعاب يعني فعلا قديمة استمتعت فيها اللعبة راح تجذبك من نواحي واجد إذا كنت إنسان تحب يعني منعدام الفيزيائية ببعض الألعاب فهذه راح تكون لك أما إذا كنت إنسان أنت تحب تسوي مود وخرائط فرح تكون لك اللعبة هذي أقرب مثال قدر أمتثل فيه اللي هي لعبة Grand Theft Auto على البي سي في ناس واجد يسوون مود عساس أن ينزلون يعني سيارة من السماء ويكونون على دربهم فلعبة تراك منية تربو راح تكون لكم ممتعة فالشي أو العنصر اللي يخليك أنت تستمتع باللعبة هذي مثل ما تفضلت عليكم اللي هو الفيزيائية أحيانا تكون معاك وأحيانا تكون ضدك مثل أنت ما تلاحظون بالفيديو هذا وكذلك الـ Customize اللي موجود باللعبة للأسف يعني ما تقدر تسوي Customize حق سيارتك من غير البارت والتوائر ولكن تقدر تعطي يعني نكهة لونية على قوتهم داخل حق سيارتك ممكن تلون عالم الكويت أو تحط علم السعودية أو أي علم يعني أنت تحبه صراحة حاب أنك تحطه وكذلك تميز نفسك بالـ Emblem وأشياء يعني واجد تقدر تسويها من ناحية أنك تميز سيارتك كشكليا ولكن ليس كميكانيكيا يعني أو تعطيها يعني مثل باور اللعبة فيها موسيقى حلوة وكذلك كثر ما تسابكت وبطلت ميداليات كثر ما فتحت لك أشياء راح تفيدك أنك تسوي حلبة أو مزمار اللعبة عنصر الـ Online فيها جدا حلو اللي راح أتكلم فيه بالنهاية ولكن أهم عنصر أنك أنت تقدر تستمتع فيه اللي هو تصميم الحلبة مثل ما تشوفون أنا قاعد أصمم حلبتي على مزاجي وقاعد أشوف شنو أقدر أسوي بالحلبة هذه حبيت أني أخلي حلبتي كلها مطاب وكلها نزلات يعني صعودا نزولا شذي فهذا اللي يعني ضربت ببالي الفكرة فكثر ما بطلت كثر ما أعطوك أشياء إضافية تقدر تزين فيها حلبتك وشوفوا حلبتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ممكن ان تستانس فيها منها انك تسابق الجولد ميدالين والسيلفر ميدالين وتحاول تفوز عليهم وكذلك وانت تسابق حاول انك تحط عيونك على حلبة المطورين نفسها تشوف شون تصميمها فحاول انك تصمم احسن من الحلبة هذه او تشوف شنو تقدر تسوي تحسين على الحلبة هذه يعني بعدين اذا كنت بتطور حلبتك او تبت تسوي حلبتك اشياء جدا بانتظارك او اشياء حلوة جدا بانتظارك داخل اللعبة نفسها مثل طرول اونلاين طرول اللعن شنو اقدر اتكلم عنها شوفوا الفيديو هذا اشتركوا في القناة 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 انا پاکستاني ما بخوف من دنیا من کافر من كل دنیا ما بخوف انشاءالله انت عمر انا روح انشاءالله